نحو فنزولا القوية لعل هذا هو التعبير الأنسب الذي يليق بما قدمه الرئيس نيكولاس مادورو في حلقة مع مادورو أكثر التي اكتسمت بعناوين تؤسس لبناء دولة قوية ومستقلة ذات سيادة وهو ما تجلى في تحذير واضح وشديد اللهجة وجهه مادورو للجماعات اليمينية التي تحاول إلحاق الأذى بالبلاد موجها نداء للفنزوليين الثائرين بالتجهز لمناهضة الانقلاب عادت قطاعات اليمين المتطرف لعادتها تزرع الكراهية والانقسام لجر البلد مرة أخرى إلى أعمال البلطجة إلى الانقسام إلى الكراهية إلى محاولات الانقلاب لستدعاء تدخل العسكري والإمبريالية الأمريكية إلى بلدنا الملايين الأربع المقاتلين من أعضاء الوحدات الثورية الخاصة أقول تأهبوا وجهزوا أنفسكم في الخطة الخاصة المناهضة للانقلاب من أجل ضمان الهدوء والسلام ولأجل التمكن من هذه المواجهة لا بد من دماسك البيت من الداخل ولهذا الهدف وضع مادورو بين أيدي شعبه دعائم القوة التي أسهمت في دفع البلاد إلى الأمام بعزم وثقة أولا الدفاع عن السلام ووحدة فنزويلا على قاعدة حب الوطن وأن لا يتدخل أحد في وحدتنا ثانيا الإدانة المطلقة للعقوبات الإجرامية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والمطالبة برفعها جميعا ثالثا التوافق الكبير على التعافي الاقتصادي لفنزويلا وبناء نموذجا اقتصادي جديد ومتنوع وفي المقام الرابع استعادة الرفاهية الرغد الاجتماعي والحقوق والمساواة ركائز السياسة الداخلية ليست بعيدة عن الخارجية فيؤكد مادورو أن فنزويلا تسير بدبلوماسية بوليفارية داعية إلى السلام وصلابة موقف حر سيادي يماهد لبناء عالم متعدد القطب نحن دعاة سلام دبلوماسيتنا هي الدبلوماسية البوليفارية إنها عقيدة ترسم نموذجا لدبلوماسية المناسبة المستقلة السيادية الذاتية هذه هي سياسة فنزويلا القوية التي تملك التاريخ والحاضر وفي يدها المستقبل بشبابها وعمالها وإمكاناتها وثرواتها وعلمها وإنتاجها ترجمة نانسي قنقر